ومع أجواء فرحة البكالوريا نبقى دائماً حيث أستضيف أيضاً في هذه الصبيحة المباركة توأمين أيضاً تحصلت على شهادة البكالوريا لسنة 2016 مشاهدين الأكارم ورحب في هذه الصبيحة بكل من بشرة مهاجري أهلاً بك الله يسلمك شكراً على الإستضافة العفو ألف مبروك الله يسلمك وأيضاً من بشرة إلى توأمها نور الهدى مهاجري أهلاً بك نور الهدى لا يخليك العفو إذن أول شيء نقلكم تهانية الحرب بمناسبة حصلكم على شهادة البكالوريا أول شيء أحكي لي على هذه اللحظات السيسبانس اللي عشتوها البارح الله كانت صعبة شوية خاصة أن الموقع لاحب شيء تفتح أطول بش تفتحنا يعني كانت صعبة علينا بزاف مع السخيص والقلقة سوفرينة أحكي لي كيفاش كانت لمبضات القلب نور الهدى بزاف كنت كنت على الأعصاب على الأعصاب أكيد حالة السيسبانس هذه انتقلت للوالدة الكريمة انتقلت لكل أفراد العائلة كانوا خايفين بل أكتر مننا نعم يعني نعرف إحنا البكالوريا يعني ميجوزها شو واحد فرد واحد في العائلة يعني كل العائلة جوز البكالوريا يعني الكل يقعد على أحصابه فاصلت الأب والأم هم اللي بلك يتقلقوا كتر من الأبناء فعلا فعلا أنا دائما نقول أن البكالوريا هي بكالوريا للوالدين أكتر من تكون طالبوا لتلميد نفسه نعم خصوصا يعني سنة كاملة من المجهودات اللي يبدلوها الوالدين سواء الأب أو الأم هما مشكورين ويبقوا يعني يحرصوا على أبنائهم إلى آخر لحظة يعني التلميد هذه الطالبة ورايح يمتحد وما زالوا يعني الأب والأم رام يوصوا فيه أحكي لي على الأجواء كيف يجوزوا البكالوريا خصوصا أنه بكالوريا 2016 كما لا يخفى على الجميع أنا كانت بكالوريا جدا مميزة بعد قضية تسريب الأسئلة الامتحانات كيفاش عشتوا خصوصا وأنتم من شعبة العلوم التجريبية ويعني عاودتوا سبع مواد حيح كانت صعبة علينا خاصة أنه ما قدرناش نفق بين الدراسة في الجامعة والدراسة في البكالوريا يعني على فكرة نور الهودة وبوشرة يعني هما تحصلوا السنة الماضية على شهادة البكالوريا وعني بفضل عزيمتهم وإرادتهم وإصرارهم أيضا على تحقيق النجاح وهذا ربما عندكم أهداف إن شاء الله يعني هكو حابين ديروا تخصص جامعي آخر في سنة المقبلة إن شاء الله نعم إن شاء الله طيب لك طيب ربي طيب إن شاء الله وهذه السنة رأكم في أي تخصص؟ بيولوجيا في ببس يعني ما شاء الله يعني تبقى دايما في النجاح الميول العلمي يعني علش خطرتوا الطب؟ يعني ما فضلتوش ديروا تخصص آخر ولائس حبكم لمهنة الطب هي اللي خلتكم أنكم تعاودوا امتحان شهادة البكالوريا للمرأة تانية على التوالي يعني فعلا لابد أن الطالب يكون عنده إرادة قوية يعني كان الميول سواء شغلت تجور الميول علمي طيب في البيولوجيا زنا شغل بلينا بك انترسي بسك بريمون مجال شيخ بزيار طيب قلنا طيب عدنا فرصة على شلالة بش معنى الأخر نقول لما القادش نقول لو كان غير عاودنا لو كان لو كان عدنا فرصة على شلالة ونعم بشاو النورهودة يعني تحصلت على سنة الجميعية تحكم في الحمد لله عدد أحد آخر وتسعني تستحقون عليها الشكر حكول يعني خصوصا أنكم كان علاقة وطيدة تجمعكم كيفاش كانت المراجعة بيناتكم كيفاش كانت تنزيق بيناتكم كيفاش كانت الظروف يوم الاختبار يعني كنا مراجعة كنا نراجعوا كيف كيف يعني جامي زمن كنوا مراجعة فردية ويشون كنوا يعني جامعية وفي الأيام امتحانات مجوزناش مركز واحد يعني طيب فصلكو ما كانش فيها صعيب الحال ما يحمد لله الحمد لله ما تقولوليش بلي حتى المعدل أيضا تحصلت عليها نفس المعدل نفس المعدل في الفاصلة شكو اللي تفوقت في الفاصلة نور الهدى ولا بشراء نور الهدى نور الهدى نعم يعني عندهم إرادة وعودوا البكالوريا خصوصا أن بكالوريا أحرار هذه السنة الأحرار دو نسبة نجاح 33.70 بالمئة يعني هي نتيجة قليلة لكن يعني لا بأس بها خصوصا أن الأحرار دائما ما نشوفوش يعني نسبة تكون مرتفعة مقارنة بالمتمدرسين قلوا لي يعني وش هي العزيمة لخلاتكم اللي حفزتكم أكتر أنكم تعودوا البكالوريا للمرة الثانية وأنكم أيضا تتحصلوا عليها يعني كثير اللي يعودوا البكالوريا وما يتحصلوش عليها المرة الثانية يعني بنسبة الأحرار أنا نفضل للعمل الجماعي بس في العمل الجماعي تكون إرادة أكتر قل الواحد يتعاون يكون تكون كينامو سهندات تعاون خير ما بسكولاريزي بيينين بيين الحال هما هم في تنويات بيينين بس هالأحرار نفضل للعمل الجماعي نعم بشرة رأيك أنا نقول كيف في العمل الجماعي أحسن وخاصة أنه كينتشجيع كينتعاون كل واحد يعطي إيدي للأخر أما المتمدرسين النظاميين فهم يتلقوا في المدرسة يتلقوا الدوره سعادي أما الأحرار كما احنا الدراسة في البيت جماعيا ننتحق في البيت ولا في المكتبة البلدية ونتعاونوا مع بعضنا نعم كنت تتلقوا مع صديقات أخريات كنت تترجعوا معهم ولا بقيتون تهم غير في بعضكم بعض كانوا كينين صديقات يعني عاودنا البكالوريات مع بعض هما يعني عاونونا أعطونا إرادة يعني كانت تشجيع كان حافظ كان حافظ لنا والحمد لله تحصلنا عليه كامل جيد ألف مبروك اليوم أحكوا لي يعني خصوصا أنه في العائلة هناك توأمة يعني الزوجي تحصلوا على شهدة البكالوريا كيفاش كانت ردت الفعل من الأصدقاء الجيران إلى غير ذلك؟ لكن خوف عندهم يخافوا ولا واحدة تجيبوا ولا لطخ لا لا ما تجيبوش كان عندهم خوف لكن الحمد لله بذلك يش عندكم بشرة والنور الهدى؟ حقيقة لنا شوية بس كنا متأكدين باللي هنجيبوا ببارك المعدل هو المشكل عندنا يعني جوسوا حاجز أنكم تجيبوا البكالوريا وللا عمل مفروغ منه لكن الإشكال يبقى دايما في المعدل خصوصا أنكم حبيتوا ديروا تخصص طب ولي يعني يطلب يعني معدل يكون جدا عالي يعني بالمعدل اللي جبتوا أنا مش حسنا تخصيكم مش حال معدل هل يمكن لكم أنكم ديروا تولوجي لمدرسة الطب؟ إن شاء الله على حسب الطالب اللي يكون عليها ما نقدروش نقوله على حسب لحسن يخرجوا نتائج يعني الهائية وحسب نعم في طلب التناميد لهذه التخصصات فعلا والمعدلات أيضا لكل سنة حسب طلب ترتفع نعم نعم بشرة والنور يعني كل امتحان أكيد فيها راسيبين نحن ما نقدروش عليهم من سوهمش لأن هناك أيضا تلاميذ اشتهدوا طول السنة وكانوا يعني جدين في العمل ربما للحظة من لحظات في يوم الامتحانات لسوء التركيز ربما لسبب نفسي إلى غير ذلك يعني أنا مدبي يعني نوجه الكلمة لهذه الفئة من تلاميذ يعني لي رسبتوا إن شاء الله يكونوا من ناديحين في السنة المقبلة أنا نقول لهم قدر الله ما شاء أفعل هذي مكتوب ربي مشي بيدهم لكن عليهم يعودوا بسك عندهم فرصة تانية يقدروا يحقوا بها أحلامهم ونقول لهم مشي منجحتوش نجحت حكم تأخر للعام المقبل بسك قادرين تجيبوه بلك الصيام أثر عليكم بلك تسروا بالأسئلة اللي أثر عليكم نتفشلوش كملوه في طريق نعم وغنور الهدى نقول لهم طنكو عندكم بيوت ما تخليوهش يعني عندكم فرصة شقاوا عليها تعبوا يضحيوا بعام عامين خير ما حيتهم تروح تروح كدك بباطل ما يفشلوش ما يفقدوش الأمل أرض بيكتب هكا شاف الخير هكا بلك إن شاء الله العام المقبل يجيبوه أحسن بلك دروف تكون أحسن خاصة بعد الإصلاحات اللي حديرها وزارة التربية بالاتفاق معها جمعية أولياء تناميل بلك تكون فرص أحسن واحد ما على باله وبالتوفيق إن شاء الله ما يفشلوش في الختام كلمة صغيرة يعني في اختصار في الختام نشكر الأعائلة ديالي الكريمة خاصة الأم والأب نقول لهم نحبكم بزه بزه شكرا بس كنت عابتوا معنا الأصدقاء خاصة اللي رفيزينا معاهم نعم ونور البداد فضلي نشكر نشكر كامل اللي سندونا ونهن كامل اللي نجحوا وبالتوفيق بالنسبة للراصيبين نصيحة صغيرة للناجحين يعني كيجو حي عمرو لا فيش ديفا هديك بتاقت الرغبات بتاقت الرغبات ما يديروش تخصص معلبلهم شوش فيه يعني عن تجربة نعم يعني نبحتوا يعرفوش فيه باش يقدروا كلاسي والتخصصات مرة أخرى نهنيكم على روح المتابرة خصوصا روح الإرادة القوية اللي عندكم خصوصا أنكم تحصلتوا على شهدة البكالوريا للمرة الثانية على التوالي وتوفيق إن شاء الله هديه التخصص طيب مرة أخرى شكرا لك نور الهدى وشكرا لك بشرا مغلسوا بيناتكم